يعني المنطقة لن تستفيد لا تختلف الخارطة السياسية إن في فشل المشروع الأمريكي ومقاومة المشروع الأمريكي نجاحه يعني دول وشعوب وحتى الأنظم الموالية هذه الأنظم اللي بتقدم التنازلات تلو التنازلات هذه ستدفع الثمن يعني شون الثمن راح تدفع الثمن يعني مثل الأنظم الموالية مثلا في مصر كانت وتم الاستغناء عنها في مرحلة معينة لأنه كانوا بحاجة للتجديد يعني نظام مباركت نازلوا عنه الأميركان بعد كل الخدمات وكان هناك ضغوط يعني في سنة 2004 كانت فارقة يعني صعود المقاومة في العراق أنقذ عدة أنظمة عربية مقاومة وموالية للولايات المتحدة لو كنا نذكر التصريحات كوندليزا رايس في 2004 كانت ضغوط على السعودية وعلى مصر وعلى الأنظمة وإنه هذه حرص قديم عادة تشكيل تفكيك للمنطقة وعادة تشكيلها من جديد الآن يعني يمكن يكون ترامب في موضوع التطبيع واضح وصريح يعني أنا من قلت في المقدمة إذا فاز ترامب معناها مزيدا من التطبيع ربما لبنان ربما العراق أيضا هو الضغوط هو طبيعة يعني شخصيته واستعداد القابلية الموجودة عند دول العربية يعني أنا متأكد أن هذه الدول اللي طبعت تقيم علاقات منذ فترة طويلة لكن الآن يعني على العلن تقيم التطبيع وهناك دول أخرى يعني كبرى عربية كبرى تقيم علاقات التطبيع وترفع شعار العروبة وشعارات الدينية والإسلام وما إلى ذلك لكن بس أكو نقطة أحب يقولك إحنا ما مستفادين شي من الحروب خلينا نشتغل على السلام موهي أنا لا أرى أي مبر ماذا قدم الصهاينة بالمقابل ماذا قدمت للولايات المتحدة بالمقابل لو كانت هذه التنازلات وهذه الخطوات هذا التهافت وهذا الإنبطاح باتجاه التطبيع مقابل مثلا مكاسب في القضية الفلسطينية على العكس يعني بكل وقاحة وكل جبروت تتصرف للولايات المتحدة وإسرائيل وتهويد واستيطان يعني العرب كان شعارنا في السابق السلام الأرض مقابل السلام بعدها السلام مقابل التطبيع الآن يعني الآن أصبحت مقابل فقط استجداء إسرائيل لوقف الاستيطان الآن حتى هذا الاستيطان ما حدا يعني ما حدا بيحكي فيه يعني مزيد وتقديم مزيد من التنازلات طيب بعدين من يسمع يعني لو سمع يعني من يسمع يعني هذه التبريرات يقول بأن من قاموا بالتطبيع يعني كانوا بيحاربوا خلال السنين الماضية ما وقفوا يعني إطلاق رصاص على إسرائيل ما قدموا شيء أصلا يعني القضي الفلسطيني طبعا